ردا على تعليق مهم جدا جدا ويهم كل الناس أو معظم الناس لو سمحت أنا بنزل الفيديو غير مدرج وابعته الأصدقائي يشاهدوا قبل ما عملوا عرض أول أو علن يعني هل المشاهدة دي تتحسب ولا لأ؟ طيب السؤال ده يعتبر يخص القنوات الغير مفعلة هو أن أنا الفيديو غير مدرج هل لما أنشر الرابط في الفيس في أي مكان هل تحسب لي كل حاجة على الفيديو ولا لأ؟ وقت المشاهدة والكلام ده كل ولا لأ؟ طيب لو أنا قناتي مفعلة وبعمل الكلام ده تحسب ليه أرباح ممكن الفيديو يجيب لي ألف مشاهدة ولسه مازال غير مدرج تحسب ليه ودلأة ركز معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكل المتابعين على قناة العلم والتجونيجي على اليوتيوب في الفيديو ده مرد على السؤال ده هي طبعا بتقول أنها لابنزل الفيديو الأخت أو الأخ أخت أيها بتقول بأنزل الفيديو غير مدرج هي طبعا عايزين بس نركز من حاجة مهمة فيه منصلاحات لازم نفهمها فيه فرق بيننا خلي بالك أنزل فرق بيننا أرفع فرق بيننا أنشر خلي بالك معي معي معلش يعني حاجة دي مهمة كده أنت راجل شغال يوتيوبر أو حد شغال على سوشيال ميديا فنازم أن أنت كده يكون دقيق دقيق وزيت يعني فيه كلامك هو إيه بقى هو أن أنا موضوع أن أنا أنزل يعني بعمل دول لود بنزل فيديو بنزل رابط معين ده اسمه تنزيل لكن أقول لك رفع يبقى أنا برفع لكن مش شرط أن أنا رفعته ده هو علني ولا لا ممكن أن أنا رفعت 100 فيديو على قناتي ولكن ما حد شافهم لسه كويس كده فده اسمه رافع برفع لكن أنشر بقى هو أن أنا أنشره للناس أن أنا أبدأ أن أنا وصله للناس عن طريق أن أنا حوله إلى علني فده الفرق بين التلات مصرحات طيب كويس جدا كويس جدا جدا لأي حد منشئ محتوى أنه يكون مخزن على قناته مجموعة فيديوهات لأي حاجة تحصل عنده حالة وفاة عنده أي شيء وده مهم جدا لأن من أكتر الأشياء اللي ممكن توقع القناة فعلا يعني هو موضوع أن أنت ما تكونش ملتزم أو منضبط في رفع فيديوهات على القناة في الوقت المحدد تطرق قناة يمكن عشرة يام شهر القناة يمكن خلاص توقع على كده وبعد كده حتى لو جاد ترفع عليها بيكون صعب جدا فالأفضل يكون عندك مثلا خمسة عشر فيديوهات على القناة يكونوا مرفوعين وليس منشورين مرفوعين بشكل إيه أو غير مدرج على القناة أو ممكن يكونوا برايفيت خاص خلاص وكيه تمام؟ تمام أنا عارف أنت دولة هتكتب لي تعليق أنا بعمل كده طيب ماشي ركز معي بالنسبة هوضح لك الموضوع بالنسبة للقناة الغير مفاعلة والقناة المفاعلة خلينا الأول أقول بالنسبة للقناة الغير مفاعلة وهو أنت هدفة أن أنت تحقق الأرباح تلاف ساعة مشاهدة ولكن الريتيوب قال لك خلي بالك بقى لك إيه وانت فاتح من جوجة الكورون من موبايل أو من الكمبيوتر وفاتح لوحة تلبيات الخاصة بالقناة ونزلت كده هنا أو نزلت هنا إنزل يا عم لو نزلت كده على تحقيق الربح بيجي لك طبعا العدادات اللي انت عرفها شرحناها بل كده كتير جدا يقول لك هنا بقت إيه يقول لك هنا عدد الساعات أرباح تلاف ساعة صح؟ بيقول لك هنا ساعات المشاهدة العلنية التي يتم احتسابها فقط ساعات المشاهدة الصالحة النتيجة من فيديوهات علنية حاليا لاستيفاء متطلبات الأهلية للمشاركة في برنامج شركاء يوتيوب يبقى إذن إذن الفيديوهات لازم تكون علنية عشان يتم احتساب الأرباح تلاف ساعة مشاهدة كويس كده تمام ولكن الساعات اللي هتيجي من الفيديو اللي هو الغير مدرد ما هواش علني وبالتالي لا تحسب من ضمن أرباح تلاف ساعة مشاهدة ولكن هتحسب من ضمن حساءات القناة يعني أنت مثلا القناة هنا لو دخلت على لوحة البيانات بتلاقي عندك فيها الساعات صح كده ولا إيه ساعات المشاهدة لو دخلت على الإحصاءات زي ما أنت شايف كده بيجي لك هنا طبعا إيه الساعات المشاهدة لو أنت عملت منذ الإنشاء هنا كده منذ طريق التحميل هيبدأ يجي لك الساعات الكلية على القناة وعادة هتكون الساعات اللي هنا لو أنت خذت بالك كده تلاقيها أكتر من الساعات في علامة حقيقي الربح لأن الساعات الموجودة في علامة تعقل الربح يا فقط للفيديوات الموجودة العلنية ولكن هنا في حساءات القناة هي الغير علني والخاص وكمان لو انت حزفت فيديو يكون موجود هنا برضو وبالتالي لو انت هتعمل الفيديو غير مدرج وده احنا بقوله للناس ان انت الفيديو رفعه غير مدرج وابدا ان انت انشره على الفيسبوك وانشره خد الرابط وحطه في كل مكان وبحيث ان هو يجيب لك اه وقت مشاهدة ويجيب لك مشاهدات ويجيب لك تفاعل قبل ما تحاوله علني فده بيدي انديكيشن لليتيوب ان الفيديو ده ما فعلا كويس يبدأ ان هو يهتم بيه كويس كده تمام بس يجيب لك المشاهدات كلها جالك من برا لازم مرضو يجي لك مشاهدات من يوتيوب خلي بالك كل مصدر من مصادر المشاهدات ده مهم بالنسبة لي الفيديو بتاعك واليوتيوب عارف يجي لك منين ما يجيب لك انو جروب تبادلات لا انت انشره خلاص يجي لك منين مش مشكلة يبقى فيه في تنوع في المشاهدات او في وقت المشاهدة او في التعليقات او في كل شيء روما الفيديو التفاعل عليه تفاعل متنوح كده مش جاية من مصدر واحد كويس كده انا هرفع الفيديو غير مدرج تمام كده هيجي لي عليه شوية ميت مشاهدة خمسين مشاهدة ميتين مشاهدة مشاهدات وبناء على هزين المشاهدات جالي وقت مشاهدة وقت مشاهدة الناس قاعدت تشاهد الفيديو وبالدلي ده كويس بالنسبة اليوتيوب لكن مش هتحسب من ضمن الارباح تلاف ساعة لكن كويس بالنسبة لتفاعل على الفيديو بعد كده انت لما تحولوا العلني هيبدأ يروح اشعار هيروح اشعار للناس حتى لو هم شافوه تاني لو هم اللي انت نشرت لهم الفيديو ده على الفيسبوك لو عندك متابعين على الفيسبوك اي منصة تانية هم هيروح لهم مشاهد برضو تاني هيبدأ ان هم يشو الفيديو تاني انهم ان انت ساعات المشاهدة لا تحسب لو الفيديو بتاعك غير مدرج لا تحسب من ضمن علامة تحيق الربح لكن تحسب من ضمن احصائي القناة وبالتالي بالنسبة لليوتيوب انه يكون في وقت مشاهدة كويس على الفيديو فده اليوتيوب يبدأ ان هو يقترحه لان اما حاجة بالنسبة ليوتيوب هو او الاحتفاظ بالجمهور. وصلت لك النقطة دلوقتي بالنسبة لو قناتك غير مفعلة هو ان انت ساعات المشاهدة لا تحسب لو قناتك غير مفعلة من ضمن علامة تحقيق الربح او الارباح تلاف ساعة مشاهدة. كان بيلك معي بعد ما تحاولوا العلني اي ساعات مشاهدة هتيجة هتحسب ليك من ضمن ليه الارباح تلاف ساعة. لكن الساعات اللي جات لك وهو غير مدرج اثناء ما كان غير مدرج مش هتحسب لك. بس كده يبإحنا كده وضحنا بالنسبة للفيديو لو القناة غير مفعلة. طب لو القناة مفعلة تحسب ليه ارباح? لو الفيديو غير مدرج او خاص? تحسب ليك لو ظهر اعلانات ما مش هاي مشكلة? عادي! ظهر اعلانات انت الفيديو عندك قناتك biglangة مثلا. وخدت رابط الفيديو وهو غير مدرج وحطيته في اي مكان او بعادته الحد وظهر قدامه اعلان. تحسب لك ارباح مابش اي مشكلة. الارباح بتيجي نتيجة ظهور لاعلانات على الفيديو. وليس مشاهدات فقط. يعني ممكن ال فيديو انا اشوفه ليش اعلان ليك. ممكن اشوف فيديو ليك وميزهرش اعلان. وبالتالي مش تحسب ليك ارباح. لكن ومكن واحد تاني يفتحه ويظهر عنده اعلان. فبالتالي زهور الاعلان. اعلان ظهرت قد ايه اشتركوا في القناة